عزيزي المشاهد أحبائي الموجودين معنا هنا اليوم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح في المدرسة إحنا عايزين نفهم ونختبر ونعيش الحق في المدرسة إحنا عايزين نكون كالمعلم يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه وعشان كده بنسمع وبنقبل جوانا بعد ما نقتنع عشان نحيا الحق ده بكل قلوبنا في الحلقات الأخيرة بندرس مع بعض قضية الكثارة الفداء في باب المسيح في باب المسيح تكلمنا عن هو مين قبل التجسد بنتكلم عن التجسد عن هدف التجسد أن يعلن عن الله ويصحح المفهوم الخاطئ وأن يكفر لنا عن خطيانا أن يفدينا من كل اسم ويطهر نفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة ونقشنا الفكرة دي بتفصيل شديد قوي وبعدين وقفنا عند الكلمة دي تفداء وكفارة عشان نفهم معناها الحقيقي زي ما جات في الكتاب عبر كمية كبيرة جدا من الشواهب في بقية رحلتنا زي ما احنا هنشوف على الشاشة دلوقتي بنتكلم عن الصورة دي المجمعة أن الفداء أو الكفارة أدى إلى خطين غسل الميلاد الثاني والخط الثاني تجديد الروح القدس غسل الميلاد الثاني أننا نغتسل من الخطيئة فندخر وأننا نتجدد بروح ذهننا فتكون فينا روح جديدة تحب البر فنعيش القداسة أرينا كل الشواهد اللي تتعلق بالفداء ومعناه وارتباطه بالدم للغفران أرينا الشواهد تتعلق بالكفارة تكثيرا عن الخطيئة لسترها وحمل عارها من حياتنا النهاردة هناخد مع بعض الجزء الثاني هنبتدي في الخط اللي فوق والخط اللي تحت عشان نتكلم عن التبرير وعشان نتكلم عن القداسة ونفهم الفرق بينهم وحنجد تطبيق عملي مهم جدا 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 وإحنا بنحكي عن الاتنين دول اللي بيأتوا بينا للمصالحة والشركة والاستمتاع بربنا التبرير إيه هو التبرير؟ التبرير هو اعتبار الإنسان بار مش لأنه لم يرتكب خطيئة بل لأن المسيح حمل خطيئة فحسب بريئا لأن الله لا يتقاضى الخطيئة وأجرتها مرتين أنا الخطيئة كت على كتفي فتحت دينونة حد خد الخطيئة من على كتفي فبقيت أنا بريئ مش لأني ما عملتش لكن لأن النهاردة الخطيئة بقت فين مش على كتفي حد تاني حملها فأنا النهاردة أمام الله بريئ أنا أمام الله بريئ يديني حكم براءة بريئ يا ولدي أنت تخيلوا؟ ده التبرير عشان كده دي هدية ربنا بالدهاني متبررين هنقرأ الآيات بتاعتها الكتير اللي بتعبر عنها بتكلم عن إبراهيم في تكوين 15-6 ربنا كلمه وعده بأشياء لا يراها لم يراها بعد بيقول الكتاب فآمن إبراهيم بالله فحسب له هذا الإيمان إيه؟ بر عمل إيه؟ تصدق ربنا ربنا قال له نقلت خطيئتك عنك تصدق قال له يبقى براءة براءة آمن مش دافع مش صلح آمن فحسب له برا بس كل الآيات هنقرأها كده أشعياء 53-11 وعبدي البار بتكلم عن المسيح بمعرفاته اللي يعرفوه يحصل لهم إيه؟ يبررهم هو بار هو بار لما أنا عرف المسيح بره إيه؟ يتحسب لي فأنا يحصل لإيه؟ أتبرر وعبدي البار بمعرفاته يبرر كثيرين بحق إيه؟ حيبررهم بحق إيه؟ آسامهم هو يحملها في أوضح من كده في الدنيا كلام؟ في أوضح من كده في الدنيا كلام؟ متبررين حكم البراءة صدر مجانا مجانا دفعنا إيه؟ ولا حاجة بحق إيه؟ بحق نعمته متبررين مجانا بنعمته نعمة هو دفعها هو هو عملها متبررين مجانا بنعمته عن طريق إيه؟ حكم البراءة ده صدر بمناسبة إيه؟ بالفداء بالفداء في ده مين؟ بيسوه على المسيح بصوا مفيش أوضح من كده طول ما احنا هنقرأ مفيش أوضح من كده معنا رمي 13 لإظهار بره عدلته في الزمان الحاضر ليكون بار المسيح بار لم يفعل خطية ويبرر الله بار ويبرر الله عادل ويحكم بالبراءة على مين؟ على الذين هم؟ في المسيح ويبرر من هو من الإيمان بيسوه اللي يصدق إن يسوه خد خطيته عليه وخد هو بر المسيح يتحكم له بالإيه؟ بالبراء وبيقول ده بر الله دي عدالة ربنا أنا خدت خطيتك حطيتها على المسيح أحكم عليك إزاي بالدينونة وإنت قبلت الحكاية دي إذا أنت بقبلتها ماشي ماشي إنت عايز تتفحر روحك لكن إذا أنت قبلت البدل ده أحكم عليك بالدينونة إزاي؟ إزاي؟ الخطيئة مش على كتفك خلاص مش على كتفك ليكون ضار الله ضار فهو يبرر من هو من الإيمان بيسوع آمن إبراهيم بالله مرة تانية في روميا نفس الآية اللي جات في تكوين فحسبها له برا روميا 4-5 وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر فاجر فإيمانه يحسب له برا ما فيش أوضح من كده في الدنيا بقى فيش تبرير بالأعمال هنا خالص ده عكسها بالنص يعني بوليس بيديني وشي كده بيصحيني بيقول لي أهو وأما الذي لا يعمل لا يعمل ولكن يؤمن يؤمن بمين بالذي يبرر مين القديس الفاجر فإيمانه يحسب له برا ليس آية احنا بنقرأ احنا ماشيين في طبور من الآيات روميا 4-25 الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم عشان يدينا حكم البراءة وأقيم لأجل تبريرنا روميا 5-1 إسقط تبررنا بإيه بإيه تبررنا بالإيمان لنا سلام لنا مصلحة مع الله لنا سلام مع الله عن طريق إيه مين عمل العملة دي مين العمل العملة دي يسوع المسيح بربنا يسوع المسيح روميا 5-9 طب بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بإيه متبررون بإيه بأعملنا بدمه نخلص به من الغضب الآتي على العقل سكن الآن 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 أنا محكم علي بالبراءة بالإيمان بدم المسيح لما تأتي نهاية العالم مش هخلص هخلص نخلص به من الغضب يوم الدينونة أكيد نخلص به سكنت النهاردة أنا واخد حكم البراءة يبقى يوم الغضب حيقولي أغيرت رأيي روميا 5-16 أما الهبة أي العطية فمن جرى خطايا كثيرة لإيه للتبرير لحكم البراءة فاهمين يا أولاد يعني أنا عملت قليل عملت كتير في الآخر تحكم بإيه براءة يعني هو برقني من شوية وشوية قال لي يعني إيه نخليهم لك دول في حاجة اسمها كده براءة من جراء خطايا إيه كثيرة للتبرير الذين دعاهم هؤلاء بررهم هؤلاء بررهم دي عطية دي هبة القلب يؤمن به عشان ننالي البر عشان ننالي البر يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وصار لنا إيه بر وصار لنا قداس الخط التاني وفداء لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن أي بر بر الله بر الله مش برنا فيه في المسيح إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس بوليس بيقول كده لا يتبرر بأعمال النموس بل بإيمان يسوع المسيح آمننا نحن أيضا بيسوع المسيح بيقول اليهود اللي عايزين الناس اللي جاية من خلفها أنتوا تتهودوا الأول وبعد تبقوا مسيحيين أنت لو كنت أنت يوناني تبقى يهودي وبعد ما تبقى يهودي تبقى مسيحي لكن تيجي على طول بين يوناني المسيح يا جاية على طول وطول من المسيح يبقى أعمال النموس لازمة قال لهم يا سلام طب إحنا ياللي يهودي ياللي عشنا في نموس موس اتبررنا من نموس موس نفعنا في حاجة لا تعايزين يبقى زينا الأول ليه عشان ايه وإحنا استفدنا حاجة بده نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس بل بإيمان يسوع المسيح أماننا نحن أيضا بيسوع المسيح لأنه يتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال النموس لأنه بأعمال النموس لا يتبرر محدش هيتبرر بأعماله محدش نسألك إيه أنا غلطت غلطة قتلت قتيل فبقيت مدام أعمل أعمال حسنة تصلح العملة دي تخيل واحد أمام محكمة الجنايات بعدما قتل واحد قال له طبعا حكفه اليتيم وحبني ملجأ لليوتمة يقول جدأة خلاص براءة إيه العلاقة إيه العلاقة أن الحسنات تذهب السيئات إزاي يعني يعني إزاي أنا عملت خطيئة لما أعمل حاجات كويسة الحاجات الكويسة تشيل الحاجة الوحشة يعني ما هو الإنسان الكويس مفروض لا يعمل حاجة وحشة ويعمل حاجات إيه كويسة أنا بجمع كويسة عشان أشيل الوحش أنا ما أعمل حاجات كويسة لأني مفروض أعمل حاجات إيه كويسة أنا لما أحب الناس بحبهم عشان تخفر خطيئتي ولا أن أنا بختارني أحب أنا لما أحسن لفقير بحسن لفقير لمصلحتي عشان تتحسيب لي حسنات ولا أنا أحب ده أنا فقعت عينين واحد فأروح أحسن الإنسان فقير إعلقة الإحسان ده للعين اللي اتفقعت دي لا يتبرر أحد بأعمال النموذ أعمالي ما تصلحش غلطتي أنا تحكم علي بخطيئتي بالموت ما فيش حاجة تصلح الحكم اللي حصل علي بالموت لأن اللي حكم علي ده مش ربنا ده مين ده خطيئتي أعمالي الصلحة حت أندو حت تغير التاريخ اللي يغير أن الخطيئة دي تتاخد تتحط على حد تاني وده متبررين مجانا بنعماته بالفداء بإيمان يسوع المه آمن إبراهيم بالله فحسب له برر موجودة في تكوين وفي رميا وفي غلاطية كان النموس مؤدبنا للمسيح لكي نتبرر بالإيمان ليس لبري الذي من النموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله اللي أنا بناله بالإيمان الخط التاني ده الخط الأولاني التبرير خلي بالكو دي نعمة وهبة بمد إيدي أخدها كل يوم لحكم حكمة ده مش كل يوم وده الفرق ما بين الخط الأولاني والخط التاني آمن فحسب له برر كل يوم يقول له مصدقك النهار ده ديني واحدة تانية وكل يوم يديني شهادة صح كده؟ لا دخلوا شهادة براءة للأبد الخط التاني مش كده لا هنتكلم عنه هنا دايناميك دايناميك حي خط القداسة إيه كلمة القداسة؟ القداسة هي الانفصال عن الخطيئة هي الانفصال عن العالم هي تكريس نفسي لله هي أن يعيش الحياة الطاهرة النقية حياة الحب والعطاء والغفران والرحمة والأخر أني أعيش صفات الله في حياته دي القداسة كويس؟ أعطينا هذا اللقب إحنا اللي أمنا بالمسيح وتبررنا بالإيمان سمانا الكتاب قديسين إحنا في تاريخنا بنسمي الناس قديسين بسبب تاريخ معين عشوه لكن الكتاب أعطى لكل من آمن بالمسيح وقبله مخلص شخص الحياته لقب قديس بصوا الآيات دي إلى جميع الموجودين في رميا أحباء الله لقبهم إيه؟ مدعوين قديسين هتتخنوا معايا ماشي بس ده بولس إلى جميع المؤمنين في رميا بيقول لهم اسمكم إيه؟ ربنا بيسميكم إيه؟ قديسين رميا 6-6 عالمين هذا أن إنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية ده بقى مش لقب ده قلبنا هنا من إنه لقب إلى إنها حياة أشرح الحتة دي أشرح حتة دي يبقى المؤمنين الله إداهم لقب قديسين وحنقرأ الآية بعد شوية إن المسيح صار لنا بر وصار لنا إيه كمان؟ قداسة فبقى لقب لكن همش عايزوا اسمي مش على مسمى حكم البراءة ده مفيهوش سلوك ده بريء اتحكم عليك بالبراءة فخلاص شعور بالذن براحة لكن القداسة سلوك أنت تسميت قديس لكن عشان تعيش القداسة في عملية جراحية حصلت جوانا بيقول إيه بقى؟ بيقول أنا مستعبد للخطية بسبب إنساني العتيق اللي موجود فيها الفساد اللي قلناه مركزية الزات كويس؟ بيقول المسيح في الصليب عمل إيه؟ خد الإنسان العتيق ده وصمره خد الكبرياء ده وصمره بتوضعه خد الأنانية دي وصمرها بمحبته هزم هزم سلطان الذات علي علمين هذا أن إنساننا العتيق صلبة مع المسيح ليه؟ ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية بمعنى إن فداء المسيح على الصليب زي ما قدم لي كفارة وفداء لغفران الخطايا وحكم بالبراءة قدم لي قوة كلمة الصليب عند الهالكين جهالة عندنا نحن المؤمنين هي قوة الله ده حكم لكن دي إيه؟ دي قوة قوة أقدر بيها أخذ أنانيتي وكبريائي وروح لصليب المسيح وعن فيهم إيه؟ وصمرهم واخلص منهم وقول لي كبريائي شايف تواضع الله؟ اتليه على عينك ومش عايزة أسمعك تقول كلمة تاني أقول لي أنا نتي شايف؟ شايف عطاء الزد؟ شايف؟ شايف المسيح عمل إيه؟ إياك تتنفس أنا مرة إنساننا العتيق صلب معه ليبطل جسد الخطيئة فلن أستعبد للخطيئة الصليب بدأني قوة أني أخرج من ذاتي عشان أعيش لمين؟ للمسيح ودي الآيات اللي حنقراها وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسه بل الذي مات لأجلهم وقام لما بطلع من ذاتي بعرف أحب ربنا لما بطلع من ذاتي بعرف أحب الناس بعرف أعطي نفسي بعرف أقبل أن الحب والتواضع أعظم بكتير من الكبرياء والأنانية فالصليب إدانا دوة مشرة جراحي هناخد فصل كامل في الدراسة بتاعتنا عن لا أنا بل المسيح وعن قوة الصليب للتخلص والنجاة من الخطيئة الساكنة فيها إحنا بس هنجري فيها جري سريع في اللحظات دي إن كنا قد موتنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معهم أعطقتم من الخطيئة صرتم عبيد لله لكم ثمركم للقداسة إذن في الخط التاني ده الصليب والقيامة بتديني قوة إني أموت مع المسيح عن ذاتي وأقوم مع المسيح لأعيش القداسة والنهاية حياة أبادية نموش روح الحياة في المسيح يسوع عملي أعتقني رمية 8 رمية 7 كله بيقولوا أنا عبد 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 وأسير ومن ينقذني قال المسيح انقذ نموش روح الحياة في المسيح قانون روح المسيح اللي عايش فيها المسيح لما سكن فيها أعتقني من جسد الخطيئة أعتقني من الفساد أنا النهاردة أقدر أعيش القداسة بقدرته لا بروح المسيح اللي فيها بنموش روح الحياة اللي فيها فمش أنا دهدية يبلتهى مع الغفران ده مش أنا دهدية يبلتهى مع الغفران دي تبع الجزء الأولاني إلى كنيسة الله المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قدسين ده تبع اللقب احنا قلنا أعطينا اللقب وأعطينا القوة أننا إيه نعيش اللقب دوت هنا بقى منه أنتم بالمسيح يسوع صار لنا برا ده حكم براءه وصار لنا قداسة قداسة عن طريق إيه عن طريق الفداء وفداء دي أشهر آية بتتكلم عن التغيير ده واتكون ستانية خمسة سبعة عشر بيقول إذن إن كان أحد في المسيح تحت الغطاء ده يحصل إيه هو خليقة جديدة مش بس وفران وتبرير هو خليقة جديدة الأشياء العتيقة مضت الكل قد صار جديدا طفل جديد بيتولد طبيعة جديدة بتتولد قدرة جديدة إني أحب ربنا والناس وأحب البر وأبغض الشر العبارة اللي سمعتها آلاف المرات من الناس اللي تابت ودت حياتها للمسيح يقول لي أنا حاسس إني اتولدت من جديد أنا حاس إن أنا إنسان جديد واحدة من القصص المؤثرة أوي من ما يزيد عن 18 سنة التقينا بشاب كان في ذلك الوقت أشهر مدمن هيروين في مصر لما تجار الهيروين بيجيبوا العينات عشان يستورده يجيبوله عشان اللوم دي الشمام بتاع مصر أبوه كان واحد من أكبر تجار الساغة شم دهب أبوه فلس أبوه وقفل وباع اللي وراه واللي قدامه وتحول من واحد من الأغنياء إلى بسطاء القوم تخيلوا الضمار اللي كان عايش فيه هذا الشاب جاء معانا كان عندنا مؤتمر وحضر وقلنا يعني يعني نعمل إيه صلينا من أجله وصرخنا من أجله كان هو مع مجموعة من الأصدقاء كانوا خمسة وربنا تنازل وشخص ده قابل الرب وبدون أي أعراض سحب خف بدون أي أعراض سحب خف بعد بضعة شهور جاء قال بصيت في المراية بصيت في المراية بعد كام شهر قلت مين ده مين ده بيقول بصيت في المراية ما تعرفتش على نفسي ولا حاجة فيه زي الأول قلت مين ده قال التغيير اللي حصل في حياتي في تأسيم وشي في ملامحي في شخصيتي خضني لدرجة معرفة تنيش دخل أي دي بالزبط الآية إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة خليقة جديدة اختارنا لنكون قدسين مش لمكرر نكون محكم علينا بالبراءة لكن اختارنا لنكون قدسين تلبسوا الإنسان الجديد مش بس حكم البراءة نلبس إنسان جديد مخلوق بحسب الله يشبه ربنا في إيه في القداسة في القداسة دعينا للقداسة مش دعينا لمجرد للغفران لا اللي دعانا للغفران دعانا للقداسة ليحضركم قديسين في كولوسي واحد ليحضرنا قديسين لكي نشترك في عبرانين 12 لكي نشترك في قداسة ايه تخيل ربنا عايزنا شركاء طبيعته شركاء قدسته العظيم دايما عايز الناس التحتيه دايما نقل منه عشان يبضل هو ايه ربنا متواضع عايزنا زيه الأب العائل عايز ولاده زيه واحسن منه احنا منستغر معقول ربنا كده ربنا حسن مننا بكتير قوي ازا كنا احنا منفكر كده اتباعه السلام والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب مش مغى مش عشان فيه غفران عمله انتو عايزينه لا 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 هذا الغفران وهذا التبرير مرتبط بالايه بالقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب هذا كمية الايات رهيبة الهدف من الاتنين دول ان الهدف من الاتنين حكم البراءة اللي خليني انا مش مزنب فمش خايف من ربنا مش خايف من ربنا واللي داني طبيعة تتفق مع المشيئة الالهية الاتنين دور بيرموني في احضان الله لأستمتع بالشركة هو ده الهدف الهدف الحقيقي ان استأنس بالله وان المؤمنين يبقوا اخواتي وان نبقى عيلة هو ربها هو ملكها هو صاحبها فانا استمتع مرة تانية بجنة عد على المدينة الفاضلة المدينة الفاضلة ملكوت الله عيلة المسيح بصوا بقى كمية الايات اللي بتعبر عن المصلحة السلسية انا وربنا واخواتي بوليس بيقول كده كأس البركة التي نباركها اللي هي في الميدة المقدسة في التناول أليست هي شركة دم المسيح الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح عارفين بقيتها ايه اذا فنحن جسد واحد وخبز واحد اذا احنا عيلة واحدة احنا مش بنشترك في نفس الخبز في نفس الكأس احنا مش بنتناول المسيح مع بعض فبنصير نحن جسد المسيح الواحد فالعلاقة لما بتتصلح كده بيتصلح على طول ايه كده لما آدم وحواء بيستلحوا مع ربنا قيين وهبيل بيحصل لهم ايه بيرجعوا يحب بعض وترجع العيلة العيلة ترجع العيلة تعيش مع بعضها تاني البركة الرسولية اللي بنقولها في كل الكنيس حول العالم نعمة ربنا يسوع المسيح لأن بالنعمة دي والكفارة لنا دخول إلى محبة الله وإلى شركة الروح القدس فبالنعمة دي بدخل بدخل لأبويا السماي واستمتع بحبه وادخل لروح القدس واستمتع بالشركة بالكوميونيون بالعشرة 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 لأعرفه وقوة قيمتي وشركة آلامي متشبها بموضيه شركاء الدعوة شركاء الدعوة السماوية صاروا شركاء الروح القدس بص الشراكة بص العلاقة كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان نجدوا أيضا مبتهجين شراكة هنا وشراكة أيضا هناك تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية فالعلاقة والشراكة شركتنا نحن ومع هي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح إن قلنا أننا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق لقلت أنا عايش مع ربنا ومستمتع به وعايش في الظلمة أبا كدف أصلوش كدف أصلوش كدف أصلوش اللي كنت تسألهم شوية أبا كدف أصلوش خلي بالكم من الفكرة دي اللي عايزة توضح في الآخر الحدف الحقيقي المسيحية ليست ديانة قلناها كتير عوية المسيحية ليست ديانة المسيحية مسيح شخص جاء لي وصالحني مع الله فاستعيد بنوتي وقل له بهبه أشكرك أنك بتحبني وأنا بحبك أنت حلو قوي أنت أحلى من في الوجود وأنا عايزة استمتع بك وأنا كمان بحبك المسيحية هي شركة مع الله وما فيش أحلى من كده في الدنيا وما فيش أحلى من كده في الدنيا نقاها وصفاها وشباعها وغناها ودفقها وآمنها مالوش حدود لحنها ورحتها مالهاش حدود سلامها ورحتها مالهاش آخر هل هذا فيه الشركة أني قادر أشوفه بعيون الإيمان وقدر أسمعه وقدر ألمسه يبقى عيش جوايا فيها مش بدور عليه كان عندنا من بضاء سبيع مدرسة بالتلمزة شهر متكامل واحد من الطلبة اللي كانوا حاضرين كان مأخوذ قوي في مشكلة خاصة كانت مستعبداء الموسيقى الهيدي متل وانتعرفين الجزء قوي من الهيدي متل دي بعضها ألحان ستانج بيستخدموها في الإعبادة الشيطانية وبتستعبد الناس جدا والموسيقى العالية والرتم بتاعها بيحولك إلى أسير النوع ده من الموسيقى ما تقدرش تتحرك من غير ما الموسيقى دي في ودانك الشخص ده برغم أنه عرف ربنا مش عارف يعيش معاه بسبب المشكلة دي قال أنا جاي المدرسة عشانا أتخلص من الحكاية دي بعد أسبوع من المدرسة ابتدى يقدر يسمع موسيقى غير الهيدي متل ابتدى يسمع ترانيم ابتدى يركز ابتدى يقابل ربنا على آخر المدرسة قال العبارة دي قال بقيت بغمض عناية بحس أنه في محضر ربنا بقيت بغمض عناية ألاقي نفسي في محضر ربنا بقيت مستمتع بربنا هو دي الهدف هو دي الربنا عايزه اللي عايز ابنه في حضنه أسعد إنسان عشان كده أنا ببص لناس كتير أنت مسيحي وتروح الكنيسة أنا من مستمتع بربنا حايش معاه لقيه حبه وعارف يحبك ويشبعك بنقول ده من كل حاجة بتدور حول الله هو شمس البر وكل حاجة بتدور حول الحب والحب هو العلاقة والتوحد والشركة ده الهدف أنا بقول إن المسيح صالح حني مع الله إنه ألقاني في حضن ربنا إني عارف ألاقيه إني عارف أشبع به إني عارف أحبه وده التحدي اللي بنتحدى به الآخرين الأحكام والفرائد والشرائع والقوانين قربتك من ربنا لقيته ولا ما لقيته مش ماقول لما أعمل فرائد ألاقي ربنا بحب ربنا لما روح نحت ربنا لأقي ربنا لما أطلب ربنا لأقي ربنا لما تعلق بربنا لأقي ربنا كان النموس مؤدبنا للمسيح كانت القوانين والشرائع عشان تقول لنا أنت مش محتاج الشرائع والأحكام أنت محتاج ربنا أنت محتاج ربنا روح له إن قلنا أن لنا شاركة معه إذا عشنا معاه هنعيش في الضلمة نحب الخطيئة إن قلنا أن لنا شاركة معه وسلكنا في الظلمة ميتحكي على روحه ميتحكي على روحه إذا عشنا معاه في النور وخبنا حاجات ميتحكي على روحه نأخب ليه مش خلف من حاجة ما بيزعلش مني ما بيزعلش مني ما بيعقبنيش ده بيعمل إيه ده بيقدبني وبيهزبني وبيعدلني وبيزبطني ويتخليني أفضل كل يوم أنا خاف منه أنا أنا خاف منه أنا بهابه مش بخاف منه فارهين فقيلulan intervening إنك تهاب الله معنى إن ربنا إلي بقى مكانته كبيرة قويوا عنك مش حايز تزعله مش خاف منه مش حايز أنت تزعله ده الفرق بين ما خافت الله والخوف من الله ان خبت الله أنا خايف من بطشه ما خافت الله بحبه قوي 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 فمش حايز أزعله خالص أنا مش خعث منه أنا خايف عليه أنا هنا خايف منه عشان معرفوش أنا هنا عارفه فبحبه فمش عايزه يزعل بابا مش عايزك تزعل عشان بحب عشان أنا بحب ده اللي عمل المسيح صالحنا مع الله وأعطانا خدمة المصالحة أي سؤال أرجو أن الحتة دي تكون واضحة جدا أن هو ده الفداء ومحدش قدر يعمل كده غير يسوع المسيح الذي افتدانا من لعنة النموس وصار لعنة من أجلنا أي أسألة طيب أنا عندي السؤال ده دلوقتي في حتة حضرتك قلتها اللي هي أنه الجسد الخطيئة بتاعي بيستعبد بيتصلب مع المسيح وأنه المفروض أنه متسيطر عليه وما لأنا لسه ليه بقع تحت الخطيئة واللي أنا مش قادرة أسيطرها مع إني قابل المسيح ومع إني ماشي للسكة دي أشكرا ده أول سؤال لا لا خليني يجاوب على حتة دي لأن دي مشكلة كبيرة قوي عند ناس عرفة المسيح وقبلة الغفران لأن ناس كتير الفداء اللي حصل فيهم مشين في الخط الأولاني مش في الثاني واضح؟ أنا لنتم خطين صح كده؟ فزي قطر ليه قضبين وأنا مصر أمشي عليه فعمال أمرجح قبلت المسيح قبلت الغفران حصل ليه سلام بس مش عايز أو مش عارف أو ما تلمستش عشان أفهم إني لازم أخذ الإنانية والكبرياء وأصمرهم كل يوم قبل منزل الشارع عشان أبقى حر من جسد الخطيئة ما تعلمتش أستخدم قوة الصليب عشان أهزم مركزية الذات اللي تكلمنا عنها فاختبرت قوة الدم للغفران وما اختبرتش قوة الصليب للقيامة والحياة المقدسة صح كده؟ حندي فصل كامل يمكن تمن حلقات على السؤال بتاع حضرتك لأنه غايب عن حياة كثيرين من المؤمنين فهمتني؟ شكرك سؤال تاني هنا أه عندك سؤال تاني أه هو حرايك قلت أنه المفروض أنه ندعى قدسين مش مفروض أنه ده لقبنا مش المفروض القدسين دول يعني مقياس للقداسة كده فإحنا ماشينا حياتنا كلها عشان نوصل للمقياس ده فمش المفروض يبقى كل الناس يدعوا قدسين مفروض يعني مجموعة مختارة اللي تبقى عاشت حياتها كلها في قداسة فضيعة يعني فتعرف تلقب باللقب ده أشكرك اللي احنا قرناه بوليس كتب اللي انت قلته ولا أنا قلته كويس فده معلمة نابوليس صحيح إحنا بشر عملنا حاجة تانية أنا مش عايز أناقض اللي احنا عملناه عبر تاريخ الكنيسة فإحنا دعينا قدسين لأننا في المسيح إحنا إيه مكانتنا قدسين زي ما إحنا دعينا أبناء مش كده فإحنا خدنا البنوية الذين قبلوا أعطاهم السلطان أن يصيروا أولاد فإحنا خدنا السلطان أننا أولاد خدنا حكم البراءة خدنا لقب القداسة مظبوط خدنا لقبه مفروض إيه نعيشه فيه ناس عشيتهم في الكنيسة إيه قادر تقول إحنا نقدر نقول له نقول عنهم نوم قدسين فربنا بيقول على كل مؤمن هو إيه قديس لكن الكنيسة قالت الناس بقى دول نتيجة حياتهم هم عاشوا اللقب اللي ربنا اداه لهم فإحنا نقدر نكتب عنهم ونقول ده قديسة فأنا مش مختلف مش عايز أعارض للكنيسة عملته بس عايز أقول قبل ما الكنيسة تعمل كده ربنا ادانا اللقب دول اللي مفروض نحترمه إيه ونعيشه فلقب الكنيسة حاجة ولقب ربنا حاجة تانية الكنيسة ربنا اداك لقب احترمه وعيشه وعندك الطريقة أنك تعيشه بقوة الصليب وعمل الروح القدس فيك خيس؟ الكنيسة لما لقيت ناس عملوا كده قالت دول بحق نقدر نقول أن سيرتهم سيرت قديسين نتعلم منهم ونقتدي بأثرهم فأهم الفكرة عايز أعارض عندي سؤالين برضو عايزة حضرتك تشرح لي بطريقة عملية إزاي أصلب كبريائي وأنا بتواجه في موقف حد فيه بيهني إزاي؟ الحاجة التانية طب سؤال سؤال برضو طب أوكي يعني إذا أنا قبل منزل الشارع معلقتش الكبرياء والأنانية على الصليب قبل منزل حابقا صعب قوي في المواقف أعملها فمبدئيا هنشرح إزاي نعمل ده في حياتنا ونسلك فيه يومي لكن حدي مثال لحضرتك أنا تهنت كويس؟ لو فكرت في اللحظة اللي بتهان فيها المسيح تهان إيهانة قدي دي عشر مرات وعمل إيه؟ هيحصل لي أنا إيه؟ هغير طريقة رد فعلي مباشرة صح كده؟ مظبوط؟ صح؟ لمجرد أني ألتفت للصليب لحظة قبل ما أتفاعل رد فعلي هيتغير خال صح؟ أنا بقلت الروحي سامح كل مرة تصارع في حاجة بينك وبين ربنا ربنا عايزها منك وأنت مش عايزها هروح للصليب روح للصليب وقف كده بعد خمس دقيقة هتقول ربنا ماشي صح؟ لو ما روحتش للصليب حظ دلق يعني فعليه؟ وعشان إيه؟ وبتاع إيه؟ و لا ده حق حصارع لو أي حاجة ربنا طلبها مني من الحقوق اللي أنا عايز أتنازل عنها وروحت للصليب حقول له يا رب أكيد موافق الصليب بيحسم صراعي مع أنانيتي وبيحسم صراعي مع كبريائي كم الحب والتواضع اللي في الصليب يهزم أي أنانية وأي كبرياء فيه فعشان كده لازم الصليب يرافقني وكل ما يلاقي فيه صراع جوايا مع أنانيتي أو كبريائي أنا ألتفت كده للصليب هقول لربنا على طول إيه؟ ماشي ماشي طيب السؤال الثاني معلش؟ في خطايا سهل الإنسان أنه يكرهها بعد ما يتجدد بس في خطايا تانية فيها شيء من التعود أو شيء من شبه التمتع لو أنا هفضل ما بعملهاش بس عشان خاطر ربنا ما يزعلش عليها هفضل في منطقة صراع فإمتى الإنسان يوصل أنه يكره كل الخطيئة؟ كل الخطيئة اديني مثل ما نبقول حضرتك خطايا؟ ما ديني مثل من الحاجات اللي بتحكي عنها ديت يعني واحدة من الحاجات اللي هي يعني مثلا واحد متعود يشرب مخدر بيديله تمتع لحظي وقتها فمش قادر يبطل خطايا متعلقة بالتهارة فيها تمتع أو شهوة فيها تمتع فبرضه صعب أنه يكرهها أو يغير لو وصل بقى لمرحلة قاسية جدا من الخطيئة أنا بكلم عن الخطايا اللي في اللون الرمادي فإزاي الإنسان لو هيفضل في مدينة؟ دكها سهلة إيه اللي بقى في اللون الرمادي؟ أنا بذكرت ديلي بتاعت الرمادي لا يمكن مش عارفة أعبر ديلي وقت من طلع الرمادي اللي صعبة أنت اللي قلتينهم دول طلعوا الرمادي ولا دول السود ما هم اسمه كله اسود بس أقصد أقول لحضرتك في خطايا واضحة جدا فوادرك رحها من الأول آه كويس أول إيه اللي بقى زي إيه اللي ما بقدرشك رحها من الأول؟ أنا قلت لحضرتك إنه فيها شيء من التعود بتدي شيء من المتعلق زي مثلا مخدر آه انت هايلي عكس اللي انت حكيته شوية صح؟ ده ده أصعب ده اللي قوي ده أصعب من اللي شوية مش كده؟ مش مستعبد قوي الغريبة إنه مرات المستعبد قوي بتحرر أسرع قوي من اللي مش مستعبد قوي ليه؟ يارفين ليه؟ عشان المستعبد قوي عارف إنه ما يقدرش واترمى بالكامل على نعمة ربنا اللي مستعبد نص نص بيقول هعملها أنا فما بيعرفش فالمشكلة مش حبيبها ولا لأ مشكلة أنا استخدمت الأدوات اللي ربنا الدهاني ولا لأ استخدمت عمل المسيح من أجلي استخدمت قوة الصليب استخدمت حضور الله في حياتي استخدمت الاستمتاع بربنا ولا لأ لما جرب الاستمتاع بربنا هارجع للمخدر اللي بيديني ناشوة لما أوجد في محضر ربنا لمدة ساعة واستمتع بحضوره الفائق للطبيعة هارجع أقول إن المخدر ده ليه معنى؟ اللي بيغيبني وبيديني شعور باطل بينما فيه اختبار مجيد حقيقي؟ فهو ده بالزبط اللي بقوله إنه إحنا مرات مش بنستخدم ملء النعمة اللي أعطيت لنا في فداء المسيح الخطين اللي بتكلم عنهم دول قوة الدم للغفران والتبرير قوة الصليب والقيامة وحضور الروح القدس للقلاسة اللي بيديني شركة عميقة وشبع بربنا بيخليني أحتقر الخطيئة بكل صورة بكل صورة فيه مرات بيبقى عندي عادة يعني بنفاجأ مثلا إن أبطل هيروين أسهل من أبطل سجاير لأن السجاير مش إدمان كيماوي ده عادة فيزيكال يعني بقى مش عارف إيه وبعين بولع وهو الأخر ففيه ناس بيبطلوها في لحظة أنا أبويا شفته وعنده خمسة وستين سنة في لحظة رمال عربة وما رجع لهاش مع أنه حول كتير أبل كده وما قدرش لكن فيه ناس بيحتاجوا يتمرنوا فبيحتاج كوتش مدرب يدربوا على حاجة ما هيش هي عادة سيئة زي السجاير هي عادة سيئة أكتر منها مجرد اسم وشر ومعصية فهماني؟ حاجة بتدرني ما بتدرش غيري وملهاش معنى ومحتاجة بطلها بس مش عارفة بطلني تعودت عليها فبيحتاج فيه حاجات بتحتاج وقت ونفس الحاجة مع ناس تانية بتختفي فالله حسن حبائي أشكركم على متابعتكم لينا هذه الحلقة أتمنى أن الآيات والرحلة بتاعتنا لاكتشاف معنى الفداء ده يغمر حياتنا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح الرب معكم ويبارككم أمين مدرسة المسيح عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح وبشجعك أنك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي أنها تكون نور وإعلان في طريق رحلتك مع يسوح عشان كده بشجعك أنك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الأسئلة اللي أنت مش فهمها أنا عارف أن المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك أمين ترجمة نانسي قنقر